غرفة عمليات المنطقة الغربية لعملية فجر ليبيا التابعة لرئاسة أركان المؤتمر الوطني العام تتفقد محاول المواجهات في محيط قاعدة الوطية الجوية جنوب غرب العاصمة الليبية حيث يسود هدوء مشوب بالحذر بعد المواجهات المسلحة مع ما يسمى جيش القبائل المتحصن داخل القاعدة نحن نصع جاهدين لتحقيق القاعدة حتى يسلم لهالي من ضرب الطيران هالي من قدرين وجميل وتكون المطارات الليبية المدنية تكون سالمة وبعد الخسائر الفادحة في صفوف الطرفين جراء المواجهات المسلحة في عدة محاور حول القاعدة خلال الأشهر السبعة الماضية يميل بعض المقاتلين إلى فكرة أن الحوار هو السبيل الأفضل لإنهاء الاقتتال إن شاء الله أعيان الجماعة المكلفة بالحوار سواء من طرف الزنتانة وجيش القبائل أو من طرف الجيش الليبي وقوات فجر ليبيا أنه يتنجح ويقعمز الطرفين وينجحوا في حوار يرضي الجميع تتحصن قوات عملية فجر ليبيا خلف هذه الحواجز وسط هبوء في محاور المواجهات ورغم الحديث عن هبنة مع ما يسمى بجيش القبائل تقول قوات عملية فجر ليبيا إن الاشتباكات قد تتجدد في أي لحظة ننتقل إلى محور آخر برفقة أفراد غرفة العمليات هنا يتحدث أبناء مدينة زوارة التابعون لعملية فجر ليبيا عن استخدام جيش القبائل صواريخ موجهة تستهدف المركبات وهو ما أدى إلى مقتل عدد من رفاقهم وهنا تجري عمليات استطلاع لرصد تحركات جيش القبائل المتمركز في مناطق مرتفعة فهناك خشية من هجومه على قوات فجر ليبيا بغتة رغم محاولات التهدئة مثل ما حدث في السابق كما يقول هؤلاء المقاتلون محمود عبدالواحد الجزيرة من محيط قاعدة الوطية الجوية بغربي ليبيا موسيقى شكرا